بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة على أشرف الخلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي المتابعين أهلا وسهلا بكم وكل عام وأنتم بخير وأعاد الله عليكم هذه الأيام وأنتم في أحسن حال حديثنا اليوم في هذه الحلقة سيتركز حول آفة حشرية لم تعطى حقها من الدراسة أو الاهتمام الإعلامي أقصد الإعلام الزراعي الإرشادي وهي حشرة نطاط القطن والذي أصبح في الآونة الأخيرة آفة اقتصادية تحدث أضرار كبيرة جدا واقتصادية تؤثر في المحصول النهائي للعديد من محاصيل الخضر رصدنا هذه الإصابة في أحدى المزارع بمحافظة القطيف وهي إصابة على نبات البامية هذا النبات الذي يعتبر من المحاصيل محاصيل الخضر الرئيسية في المحافظة والعديد من مناطق المملكة وكذلك الوطن العربي فضلا عن القارة الأسيوية والأفريقية هذا المحصول أو النبات من المحاصيل الرئيسية نبات البامية وسنتحدث عنه كنبات من النواحي التقسيمية والنواحي البيئية في وقت آخر ولكن حديثنا اليوم عن آفة النطاط أو نطاط القطن اللي يعرف عالمياً بنطاط القطن أو الكتن جسد تنتمي هذه الحشرة لرتبة نصفية الأجنحة الهيميبترة والعائلة سيسا ديليدي وإلى الجنس طبعاً هو الجنس الشائع في المنطقة وفي الشرق الأوسط أمارسكا بيغوتيولا طبعاً هناك أنواع كثيرة لكن هذا الأكثر شيوعاً طبعاً سنتحدث قليلاً عن النواحي البيلوجية للحشرة ثم الضرر والمكافحة هذه الحشرة كما ذكرنا من النطاطات يبلغ طولها طول البالغات حوالي 2.6 مليمتر وهي حشرة مستطيلة استوانية يعني طول الجسم أكثر بأضعاف كثيرة عن العرض وسنقوم إن شاء الله بالتقاط صور للحشرات الكاملة والأطوار غير البالغة هذه الحشرة من الحشرات عالية الخصوبة تضع بيضاً كثيراً يتراوح ما بين 50 إلى 200 بيضة طوال فترة حياة الأنثى التي تمتد إلى من 2 إلى 3 أسابيع ويفقس البيض الذي تغرسه في الطبقة العليا للبشرة على النبات سواء الأوراق أو السيقان أو الأفرع أو المناطق الغضة كالبراعم الخضرية يفقس البيض يفقس البيض بعد مرور من 5 إلى 10 أيام حسب درجة الحرارة طبعاً والرطوبة يعني العوامل الجوية والمناخ تؤثر في فترة حضانة البيض يخرج من هذا البيض حوريات لها 5 أعمار أو 5 أنسلاخات تصل إلى الطور الكامل بعد مرور 14 إلى 18 يوم كل من الحوريات والحشرات البالغة تتغذى على عصارة النبات يعني لها أجزاء فم ثاقبة ماصة تثقب بشرة النبات وتتغذى على العصارة وغالباً تتواجد في السطح السفلي للأوراق الحشرة سريعة التنقل على النبات أقصد الحشرة البالغة وعند إثارتها وشعورها بالخطر تقفز وتطير بعيداً أهم الأعراض التي تظهر على النبات وجود مظهر التكرمش على الأوراق كهذه الورقة هذه ورقة مصابة يعني الآن السطح السفلي توجد فيه حشرات بالغة وحوريات لم يكتمل نموها تتغذى وتغرس أجزاء الفم في العروق عروق الورقة في السطح السفلي ويحدث هذا التكرمش اجتداد الإصابة يؤدي إلى إصفرار الأوراق وجفافها كما تظهر بعض الأعراض بقع ملونة ذات لون أحمر إلى البنفسجي الورقة السليمة منبسطة كما نلاحظ والأوراق المصابة تكون مكرمشة ملتفة إلى العلوة وهذه حشرة كاملة موجودة لحسن الحظ على السطح السفلي العلوي العلوي عفوا للورقة أهم ما يميزها هذه ذهبت إلى سطح الورقة السفلي أهم ما يميز الحشرة الكاملة كما ذكرنا جسمها الأسطواني المستطيل ووجود بقعتين سوداوتين على جانبي الرأس وكذلك توجد بقعتين أيضا لونهما أسود على نهاية الجناح الأجنحة الأمامية هذا أهم ما يميزها واللون مخضر وأحيانا يميل إلى الإصفرار قليلا الأضرار التي تحدثها هذه الآفة نتيجة تغذيتها على العصارة عصارة النبات يؤدي إلى ضعف وهزال في النبات مما يؤدي أيضا إلى قلة المحصول أثناء تغذيتها على المواد الكيربوهدراتية فهي تنتج ندوة عسلية كالندوة العسلية التي تنتجها الضبابة البيضاء أو المن هذه الندوة العسلية التي تعرف بالهنيديو تسبب نمو الفطريات وحداث ما يعرف بالسيتي مولد كما أنها تغطي سطح الأوراق وتقلل من كفاءة الأوراق على إنجاز عملية التمثيل الضوئي وبالتالي انخفاض ملحوظ في المحصول لاحظ هذه الأوراق مكرمشة نتيجة الإصابة بالنطاطات وتوجد أعداد كبيرة من النطاطات كما نلاحظ سنحاول نقترب الأصفرار الشديد أحيانا ينتهي بجفاف للأوراق وتساقط للأوراق المصابة كذلك كونها تحتوي على أجزاء فم ثاقبة ومصة ومتغذية على العصار النباتية فهي تنقل بعض الفيروسات التي تسبب أمراضا اقتصادية على كثير من النباتات حشرات بالغة لونها جميل جدا هذه الحشرات الكاملة كما ذكرنا لونها جميل ولكن فعلها سيء ومدمر هذه هي الحشرات الكاملة الحشرات البالغة تنجذب إلى الضوء والإناث أكثر انجذابا هذه حوريات تتحرك هذه موجودة أيضا مع الحشرات الكاملة هذه لقطة موفقة أهم ما يميزها اللون الأخضر ووجود البقعتين على نهاية الأجنحة الأمامية وكذلك توجد بقعتين سوداوتين على جانبي الرأس لكن من الصعب مشاهدتها نخشى أن تطير حركتها سريعة جدا وبمجرد أنها تشعر في خطر تقفز وتطير بعيدا حشرة صغيرة 2.6 من 10 مليمتر هذا هو السطح السفلي للأوراق المصابة وهذه هي الحوريات غالبا تتواجد في السطح السفلي لونها أخضر تشبه المن حديثة الفقس لونها أصفر غالبا تتواجد في على العروق الرئيسية والفرعية للورقة لاحظ هذه الأطوار غير الكاملة أو الحوريات كما ذكرنا لها خمسة أعمار وخمسة إنسلاخات هذه هي الحوريات نمفل السيج وهذه جلود الإنسلاخ بعد الإنسلاخ الخامس تصل إلى الطور الكامل يعني دورة حياتها قصيرة جدا من 14 إلى 18 يوم يعني لها عدة أجيال وتكاثرها سريع إذا ما أهملت تسبب خسائر فادحة للمحاصيل سنتحدث قليلا عن الوقاية والعلاج طبعا الفحص عملية المونيترينج التقصي والاستكشاف عندما تشاهد بقع صفراء على الأوراق كهذه البقع مثلا هذه البقع الصفراء وأحيانا تكون مائلة إلى البياض هذا دليل على وجود حشرات أسفل الورقة تمتص العصارة إن شاء الله تكون واضحة يعني الآن بمجرد نقلب الورقة سنجد أطوار غير مكتملة وأحيانا الحشرات البالغة أيضا موجودة التكرمش الذي شاهدناه قبل قليل نحاول نوجد نفس العرض هذا هو التكرمش الذي يحدث هذا نتيجة الإصابة بالنطاطات يجب أن نستشعر بمجرد الفحص أسفل الأوراق سنجد النطاطات موجودة بأطوارها المختلفة الأصناف المقاومة إذا وجدت يفضل زراعتها لأنه بعض المواصفات المرفولوجية وخاصة وجود الشعيرات الزغبية على سطح الأوراق يمنع وبشرة النبات بصورة عامة يمنع بالغات النطاطات من وضع البيض يعني الشعيرات الطويلة الموجودة كلما كانت كثيفة وطويلة تمنع الإناث من وضع البيض فبالتالي لا تفضل هذه النباتات فنبحث عن أصناف مقاومة إن وجدت نزراحها يكون أفضل التخلص من العوائل البديلة لمن الطاطات وهناك عوائل كثيرة تصاب مثل القطن وكثير من المحاصيل البقولية وعباد الشمس أيضا المحاصيل أو النباتات النجيلية مثل برمودا غراس والأعشاب التي تستعمل في عمل المسطحات الخضراء كلها تتبع العائلة النجيلية معظمها تصاب كثير كثير جدا من العائلة البقولية تصاب بهذه النطاطات الأعداء الحيوية فعالة جدا على هذه الحشرة وخاصة المفترسات كحشرة أبو العيد الأطوار الكاملة واليرقات كذلك أسد المن يرقات أسد المن تتغذى بشراهة على الأطوار غير البالغة وكذلك البيض كثير من الدبابير تعمل على هذه الآفة كطفيليات يجب علينا اكثارها ونشرها والحفاظ عليها هناك كثير من الممرضات وخاصة الفطريات التابعة للبوفاريا باسيانا وكذلك البكتيريا الباسيلس تورانجيسيز توجد سلالات شبه متخصصة على النطاطات هذه كلها تفيد عندنا مبيدات مشتقة من بذور النيم هذه فعالة على هذه الآفة وكذلك توجد المبيدات الكيميائية والتي لا نحبذها طالما هي حشرة من الثاقبات الماصة فالمبيدات الجهازية فعالة معها ولكن يجب أن نراعي مسائل عديدة قبل الشروع في استخدام المبيدات أهم هذه المسائل أن يكون المبيد سريع التكسر Highly degradation insecticide ومناسب لعمر النبات وكذلك فترة التحريم مناسبة لعمر المحصول أيضا هناك كثير من المزارعين يخلط المبيدات الجهازية مع المبيدات التي تعمل بالملامسة لا بأس في ذلك لكن يجب مراعاة المسائل التي ذكرناها فترة التحريم وسرعة التكسر وكذلك سلامة الأعداء الحيوية من مفترسات وطفيليات يعني هذه المبيدات يجب أن تكون آمنة على البيئة وعناصرها كل هذه الاشتراطات قبل الشروع في استخدام المبيدات هذه من أهم المسائل التي نتحدث عنها دائما في مكافحة معظم الآفات هذه أهم النقاط التي تتبع في عمليات المكافحة ونتمنى أن يكون ما ذكرنا يضيف لكم ما يساعد على وضع برنامج متكامل IPM لمكافحة هذه الآفة وغيرها من الآفات وإلى اللقاء في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر